بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المشاهدين واتقيكم في هذه الحلقة للرد على بعض الفيديوهات التي وصلتني عن الفيروس كوفيد 19 فبعضها فيه نظر وبعضها فيه خطر وهذا مثال على فيديو كذب موهوم يدعي أن هناك براءة اختراع لفيروس قاتل دernièrement quand je dis دernièrement on est remonté jusqu'en 2003 juste pour vous donner les chiffres 2003 on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen oui vous avez bien entendu nouvelle سوش de coronavirus d'accord associée aux traces et à ses implications فمتى كانت أسلحة الدمار الشامل تقدم للحصول على براءة اختراع في أي بلد أو من أي جهة هل هذا معقول وهناك فيديو آخر يدعي أن الفيروس كوفيد 19 وليس فيروسا وإنما غاز سام وجاء بقصة حقيقية عن جنود أصيبوا نتيجة الخطأ بهذا الغاز وبنى عليها قصة وأوهام وجعلها هي السبب في ما أصيب به الصين في مدينة غوهام وادعا أن هذا هو غاز وليس فيروس وكأن العدوى سوف تنتهي في هذا التاريخ بالضبط إذن ماذا سيحدث في شهر أبريل هذا يعود بناء لنظرية المؤامرة وخدعة ووهم بيروس كورونا النظرية تقول أن ما حصل هو تجربة لغاز خضير في مختبر بيوروجي أمريكي لم تتم السيطرة عليه حسب قناة روسيا اليوم فإن وزارة الدفاع الروسية أعلنت رسميا ضبطها معاملا أمريكية في دول مجاورة لها كجورجيا وأوكرانيا تتخفى تحت أنشطة مدنية ويدل على جهل هذا الشخص بمعنى الفيروس ومعنى الغاز أصلا الغاز لا ينتقي ناس يقتلهم ينتقي ناس يصيبهم بأذى وإنهم كمجموعة كاملة كحي كمدينة كمطقة فهذا كلام لم يثبت ولم يسجل لا في الصين ولا في غيرها وهناك فيديو غريب فيديو غريب جدا من المغرب من شخص يدعي أنه دكتور ويعالج بالطاقة عن بعد وله سرق مهنة فمن أين له هذه الخبرة ومن أين له هذه الشهاتة الدكتورة وماي خلفياته العلمية لم أجد أي شيء في الإنترنت يذكر عن تاريخه فلما يدعي أنه يعالج عن بعد والطاقة وكذلك أنه استخدم الآيات القرآنية في الاستنتاج بالعلاج يقول علاج ويقول قاتل للفيروس هو لا يعرف شيء عن علم الفيروسات لا يعلم شيء عن العلاجات بالأحشاب لا يعرف ما هي مكونات حتى هذه العشبتين التي لا ثالثة لهما حتى هو لا يعرف ما هي مكونات هتحدى أن يذكر لي اسم المركب الكيميائي لا أريد اسم النبط لكن خلي يذكر لي اسم المركب الكيميائي الموجود من مكونات تلك العشبة يقتل الفيروس فقط بعدين أليس من العيب والأنانية أن يدعي أن هذا هو سرمهنة أنه لديه نبتتين لا ثالثة لهما وأنها تحالج وتقتل الفيروس فبالله عليكم ما هي المركبات الكيميائية المعروفة حاليا وتقتل الفيروس الميت هو لا يعرف حلم الفيروسات لا يعرف البيولوجي لا يعرف الكيميا والدليل على ذلك أنه يقول تقتل وأنه ليس الأحشاب هذه تقوي جهاز المناعة بل فقط بل تقتل فإذا كان عنده هذا العلم أنا لا أريد أن يذكر لي سر المهنة ولا أريد طريقة التركيب ولا ما هي النباتات خلي يذكر لي فقط اسم المركب الكيميائي اللي هو يدعي أنه موجود في هذه النبتة أو مركبات أو مجموعة مركبات تقتل الفيروس وأن هناك بحوث أشارت إلى هذا الشيء بحوث من حضرتك مثلا أعطيناها أو بحوث الآخرين بعدين تقول لإمارات طلبوك طيب الإمارات طلبوك من من الإمارات؟ أم شركة؟ أم أناس معينين؟ وكيف لا تذهب إلى هنا؟ إن كنت تعمل الوجه الله إذن أخبرنا ما هي؟ أو أخبر الناس لا تخبرني أنا لا أريد لكن أخبر الناس ما هي؟ هذه الوصفة فإذا أنت تبحث عن المال تبحث عن الشهرة إذهب إلى الإمارات يا حبيبي إذن كنت صادقة إذهب إلى كوريا هل أنت لا تعرف اللغة الكوريا؟ أوكي إذهب إلى فرنسا تعرف فرنسي؟ طيب إذهب إلى بيرو أنت تعرف إسباني؟ تعلم إذهب عزائي المشاهدين لا يوجد شيء في طب العشام اسمه سر مهنة اللهم قد أحاول أن لا أعطي تفاصيل تركيبات للتجميل مثلا فالتجميل مثلا ليس له ضرر أن يستعمل أو لم يستعمل على حياة المريض لكنه أعشاب تداوي وتعالج السكر والضغط والسرطان وغيرها هذه لا تسمى سر مهنة ما المانع أن تعطل الناس؟ كن صادقا مع الله تصدق بعلمك يجدك الله علما نافعا هذه سموه زكاة العلم فتزكي علمك إذا أنت صادق بهذا العلم ولكل من يقول سر مهنة أن تفاشل دليل على أنك لا تستطيع أن تؤلف غيرها كما قال سمر قندي يقول سمر قندي في كتابه وصلني خبر أنه أحدهم أي من العشابين والعطالين أو ما ينتعيه الطب العشاب فقد كتابه أو مدوناته أو مؤلفاته فقد هذا الكتاب فأصيبه بالجنوب لأنه فشل لأنه كل مؤلفاته وكتاباته أي علمه هو كتابه يقرأ ينقل ولكن لا يستطيع أن يولد من ذاته التركيبات النواتية عند الحاجة تابع الفيديوهات اللي في قناتي ومشاهد اذهب إلى فيديو خفض الوزن واشوف كم تركيبات وهذا التنوع في التركيبات دلالة على أنه لكل مريض إلى وسطه الخاصة بعبارة أخرى أنت لا تستطيع أن تقول جربته على ناس كم عدد الذين جربتهم حتى تقول هذا دواء وعلاج وفقال طيب يا أخي حرز الله على الأقل كن مثل الدكتورة أمال الأنصاري في الكويت العلاج موجود والعلاج رح يطلع وأنا على ثقة أنا على ثقة العلاج موجود ما في قضايا ولا في شيء العلاج موجود لأن الكثير الآن متداول أن الدكتورة أمال الأنصاري عندها دواء من الزنجبيل والثوم والشيح والمر لا ما هو أعشاب أنا ما يعني أهين الأعشاب ولا هي لها قوة علاجية داخل الجسم ولكن ما هي ما هي أعشاب أبدا أنا قلت لك هذا إحنا عاملين أبحاث وراكنينها معمولة أبحاث فعشان شذي هي ما البراءة لو تتعمل الآن ما رح تاخذ وقت في التصنيع لأنه خلص كل الدراسات موجودة والعناصر كل واحد معمولة دراسة قدمت البحث هذه الدكتورة وأيضا تحية للدكتورة أمال أنصاري ولكن أرجو منك يا أبتة عزيزة من زميل إلى زميل أرجوكي أن لا تبالغي في التفاعل نعم التفاعل التفاعل بالخير تجدوه نعم ولكن المبالغة أيضا أمل أنت أمل وإن شاء الله يكون فيه أمل ببحتك نسأل الله أن يجعل الشفاء على أديك على أي من كان بارك الله وقبل أن نختم هناك رسالة إلى شيخ يوسف استسعى شكرا انا يوسف استس بارك الله فيه اتزاك الله خير المالاريا الطفيذي وليس فيروس ونعدكم ان شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن الفيديو ان هناك الموجات الراديوية هي السبب في ظهور هذه الفيروسات منذ عام 1918 مع افلاونزا الاسبانية على اساس انه 5G هي السبب وربطها انه حاليا بما يسمى الجيل الخامس من التلفونات الخلوية التي تبث هذه الموجات عبر الاثير وكذلك سنجيب ان شاء الله عن هذا الفيديو بسلوب بايولوجي فلسفي علمي وكذلك نجيب عن الدواء المسمى الكينون او العدروكينون اللي ايضا اشع عنه انه له قوة علاجية وسنشرح ما هي العلاج وما هو اللقاح وما هو المضاد للفيروس والفروقات الثلاثة بين هذه المصطلحات الثلاثة انتظرونا ان شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة انتم ونحن بخير وصحة وعافية واترككم برعاية الرحمن استودعكم الله والسلام عليكم شكرا